وتتمرن يلا يلا كل يوم نتعلّم كل يوم نتعلّم فلما إني واحد خريط جامعة وماجستير ويقول لك أنا بسّح عياد ويشوف الناس أصلاً يما يعطونهم لازم يكون يا دكتور لكن في للأسس بعض الإمارات لا سمعت كمن خصائي نفسية واجتماعي فاتحي لهم مركز ما عندهم شاهد دكتورة لا 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 ما يقدرون ما عندهم ما يقدرون يتعلون شيء من نوع المفروض بس الأسس في القوانين قوانين ما شوي مضع دكتورة ليش مع أن أقولك الآن من الملاحظ يوم تشوفين اليافطات على العيادات العيادات بشكل عام العيادات الطبية تلقيني يكتب تخصص يعني يوجد لدينا طبيب نفسي وبالخط العريض غير عن التخصصات كلها زين ليش ما فيه ما فيه إقبال على هات التخصص من قبل أبنائنا هني في الإمارات يمكن لأني ما يأكل عيش هذا هو ما يدخل كمان بتشتغل دسوة مخطأ خصائي نفسي تلقلت دخلون ماي الدكتورة والدليل اللي فيك العياد الآن لدينا طبيب ناشي طبيب لا 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 هو طبيب الطبيب الطبيب يدخل لأن الطبيب ما تقوم ما يلسي يتغير عشر دقائق ربع ساعة ويحسلك على الساعة نحن الدكتورة النفسية سوف يدخل لك ساعة كاملة وني نسمعك ونتكلم إياك ويتفاعلوا إياك والله يخبرني واحد دكتورة اللي يأخذون مقطوع عنك في البداية كيف يعني؟ يعني يقولك تشوفين الطبيب بخمسمية ما أدري والله لا موجودة هاي كثير دكتورة تشوفين الطبيب النفسي خاصة ليكتبون ما الحبوب هاي لين تشوفين الدكتور بخمسمية وعقب الحساب غير بعد حقي بس أن يفتحوا ليك ملف وشوفين الدكتور بخمسمية يعني فيه فيه دخل الحمد لله صحيح أنا مضطرة استأذن مع والله يقول الحني عاشفين الدكتورة سمحينها سمحينها دكتورة الله يزيك خير مشكورة حياتي على دكتورة ياها لو سهلا فيك بنعطيهم رقمك إن شاء الله ليه بيتواصل ونعطيهم رقمك عنوان العياد إن شاء الله مشكورة يا دكتورة حياتي الله دكتورة نادي بوهناد مركز سيكولوجيا لاستشارات النفسية طبعاً صفر أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ستة سبع ستة ستة صفر أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ستة 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 دكتورة نادي بوهناد ها 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 هاو الأستاذ مظفر الحاج يقول نفسي يقول صابتني أنا نفس مشكلة الريان يقول أنا تقاعدت لها أم تقاعد الأستاذ مظفر الحاج زهر الله خير تقاعد مدير هيئة المعاشات السابق يقول أنا متقاعد أتصل فيهم نفس العملية ما يردون عليه ها ه המيه ها 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 هه ه ه ها ها هوا المفروض انت變قا أنشانسان لا قامت اخدامت في هذه الهيئة والريال كان متواصل يساه الله خير الله حق لها الله حق الرجل كان متواصل ون كيل كل احترام والتقدير والله يعينك انشاء الله يا رب العالمي انتقام هذا لهذا فقدم الايأة المعاشات ليس أطarsق HD فغاناud لا تستغرب إنه ننتواصل بعد هذا الفاصل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة السلام عليكم براشد المترجم للقناة 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 السلام عليكم المصلحين الاجتماعيين يقول في بعض المحاكم وظيفتهم الإصلاح بين الزوجين بعضهم أعمارهم صغيرة ومش خبير نفسي وبعضهم معرس ولا عنده قبرة في الزواج ويوزع نصائح والله كلامك مية في المية صحيح بعضهم ما يخص يعني مول ما يخص في الإصلاح الأسري وتسوى عمره الله باسمه مصلح أسري وهذا خلي على الله خالي نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام بعد هذا الموجة زبقوا معنا أجدد لكم التعيي مرة أخرى مستمعين الكرام ونتواصل معكم والمصرف المركزي يعلن تصفية فروع بنك الاعتماد والتجار الدولي في الدولة رسميا بعد بانك الاعتماد لنا حيني وسمتها قضيتها بانك الاعتماد شو عندك خالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علو 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 براشد السلام عليكم كم سلام براشد وشاب كيف حالف السلام عليك الحمد لله عليكم السلام شو أخبارك الحمد لله هل أنت بخير أنت بخير براشد وين من الزمان ما شفتك بوشاب شو أخبارك أنا في البيت براشد ما تطلع العمر سيحن حر بعد شوي شو أخبارك الحمد لله شو حال إخوانك محمد عبد الله خليفة بخير شو أخبارك خير الله يسلم خليك أكل وشاب براشد أنا عندي مرحبة على الكفتريات أحمد هنا أو أمسافر لا أنا موجود هنا موجود ما شفت بعد من زمان براشد أنا عندي مرحبة على الكفتريات قول يا عمر آكلهم م Pronunciation براشد زين أي كفتري يا أي واحد منهم فاعل كفتري دانيت وكفتر وبين هايلي العدوار عدوار ahora دوار بل عبد الله هيد كاكين عبد الله هيد هاي هاي الكافتير الذي لديه هو دكاكين علي عبد الله هه هى إن شاء الله فالك طيب الا إن شاء الله فالك طيب يا أبو شاب إن شاء الله قسم الرقابة الغذائية بلدية شارجي وما بيقصرون إن شاء الله معنا ما يقصرون يعني يتابعون وكذا لكم بعد بالإضافة إن تشتكيت الآن قدمت شكوى بعد بيسيروا لهم فالك طيب إن شاء الله شكرا أبو راشد الله يطول لي عبرك هليك حياك الله يطول العمل يا حلو سلام حياك الله يكبرني واحد من الإخوان الحق يقالي يعني يقول لي يقول لي عنده مطبخ في الحمرية فين؟ في حمرية شارجي يقول لي إذا مفتش البلدية وشاف داخل الفليزر الفليزر نقطة الدم ما السمت ولا ما اللحم قالك شليك اللي ما يطول لك إيه ليش ما يطول لك مول إذا شاف نقطة داخل يعني شو الدليل يقول لك يمكن هذا كان نجمت وذاب وتسرب من الدم وهذا شلي كله هاي تساعي يقول لك مرة يعدمون هاي تساعي يصادرون كله دائما يقول فهذا يقول لي تفتيش شم دقيق خاصة ما يتعلق بالأكل أي وايد 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 والأكل والنظافة وايد يقول لي دقيقين فأنا أشكرهم جزيلا شكر جهازة رقابة الغدائية في بلدية الشارج وكل بلدية الدولة الله حق ولكن نخص الآن بما أن يذكر الشارجي إذا ما الله خير واحد صاحب مطعم خبرني مطبخ قال لي مر يقول لي ما يخلونا نتنصخ ما في مجال ما يطول لك سيدي على طول مصادرة وإعدام وإتلاف ما في يقول لك فزين يزاهم الله خير يعني حافظون على سلامة الناس صحة الناس حلوة الرسالة هي يقول لي جماعة مرشي إذا داروا جمعية بيصرقونها والله يا طويل عمر لا يقول لك يعني ما معناه أنهم ما ما خالي يديروا البلاد صعب خالي بعد أين أنت بعد بخبرك تعال يعني طلعوا رداحين عقولة أخواننا المصريين طلعوا مثل يعني أنت معقولة يطلع أول نما الإسلام ما أمر بشدي كل واحد اللي حيتي شطورة يطلعوا في تليزون ما شفت تمشك يسبون يا الله شو لسانه موسق والله إن السنة بخايسة ووسقها يسبون العالم يسبون العالم يعني يسبون سب علني وشبهون الريايل بالحريم ويقولون حق هذا باسم يوسف أنت حلو ولا تطلع من البيت شو الكلام هذا وأنت أحلى عن زوجتك عيب أنت رجل ملتح يتقول الكلام هذا إذا عندك أنت حجي جابه بالكلام اللي يقول عنك هو انتقد انتقدكم بشكل عام كتنظيم ما انقد انتقدكم شخصيا فهم قاموا ينتقدوني انتقد شخصي والله العظيم هو انتقدهم بشكل عام انتقد بشكل عام كحكومة دير بلد من حق الرجل يعني عندما يبون ديمقراطيهم قالوا نحن ينا بالديمقراطية ونحن حكام بالديمقراطية فالريال يعني عنده حجاج ودلائل ويتصوير ودنيا فإيجابهون بالكلام الوسق هذا اللي ما عنده حيلة الضعيف يعني أنت في القمة كرئيس تشير على الوادم تقول في بعض الوادم أنا بقطع أصابيحهم أحيان الشعب المصري بيقطع أصبوعك نعم لا تقول شدة انت مرة ثانية تحمل لأن الواد الغذافي شو قال ود الغذافي قال قال بيقطع أصبوعهم نعم أولا مازخوه قطعوا أصبوعه رووا الناس مقطع نعم والله لم ترى أنت أولا مازخوه سبوع مقطعه هي ماليترا مربطة مقطعها قطعوه سبوع قالوا انت تقطع سبوعين اخذ قطعوه البحث يقسم الزراعة قطعوه اللي حتى ان يتأدب قالو بطلق رصاصي مبطلق رصاص ولا شيء هاي قطعوهن اللي بالعمالة أولا مازخوه قالوا انت قايل بتقطع سبوع نهتان تفضل يوض تك 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 خذن حقك سبوعك. عطوه نيابة. قالوا نتسل فيهن في السجن. فأنت خالي ما لالجتي كرئيس انت في قمة. للمجتمع وهذا بدت تشاور تقول لوا تحط سبوعك تقول بقاطوحاني. يوض حين. إذا ما حين شلوه وودوه الله باسمه. وودوه للوزار الدفاع. أكيد وزار الدفاع يعني داع بودونا فرنسا أكيد. أقبل شوي شلون وودونا فرنسا. باريس يجب أن يزور بها. طالع من باريس فيرد باريس. ومكان هناك فيرق بينك يعني. نتواصل معه لأنه واحد مثل هذا ما في شتم العالم شتم الوادي. ما به. شو هالبني آدمين هذا ما أقول أنت وأنكم ناس تدعون. لكن المشكلة المشكلة عندنا شوال الإسلام. شمعة. إيه آيلة تخذونها ولا ما يخصب خالي. ما يخصب. أول ناس قالوا حق أمريكا. لأن الحن من صوبنا إسرائيل. حطوا في بطنكم بطيختين صيفي. ما بوحدة. ما بيكم من لا شي. بس اضمنوا بقاءنا هنا. إيه. الله المشتعان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. يا حلو سهلة. سلام عليكم أحمد راشد. سلام عليكم أحمد الله وبركاته. الله يخليك معك نادر من مصر. يا حلو سهلة فيك. الله يخليك عايز بس أن الشعب المصري عن طريق قناتكم المؤقرة المسموعة في الإمارات كلها. وندع إن ربنا يصلح الحال وموطن العربي كله يفضل بخير يا رب إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكراً عمد راشد. الله يجيك خير يا سيدي. حياك الله يدول. من أهل وسلمك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. 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 الصوت الرادة ولا أعطوه لا بارك. ألو. ألو. ما عليش. الله يخليكم. شوي صوت الرادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا براشد؟ الله يعزك يا سيدي. كيف حالك يا أخ العرب؟ الله يطاولي أمرك. والله يا طيب يعني مش عارفين. فعلاً معالي ضحق الفن ده ليه حق في كل كلمة لها والله. وفيه حق كمان. في بولك مثلا بولك إباس الله ما جديد. نعم. المتغطي بالإخوان يا عريان عرياء. يعني مش عارف أقول لك إيه والله وصف لك إيه بالظبط. والله إيه اللي 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 أنت لا عساس ما يقولون فيه شغلة أستاذي العزيز. على عساس ما يقولون أنت كنت معاهم والآن أنت بكلمني ترى قبل ما يصير كل شيء. تذكر أو لا؟ والله إيه متكلم عن هذا الموضوع وأشت بضاحي خلفنا. إذا تذكر يعني أنا 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 أتذكر صوتك ما أنساه يعني. أنا على طول بغاية أتكلمها. إيه لا عساس ما يقولون الجماعة والله هذا كان معاهم الآن يوم صارت إلا لا. بالعكس كان من الناس المخلصين ليحب مصر وليعروبة مصر ولي وزعلان أن مصر مثل ما تقول ابتدت تلحاز عن الصف العربي. يا سيد الفاضل مصر والإمارات إخوات والإخوان ده تقولوا إشعاد بس. نعم. فإحنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يا زيك رب العالمين ومعدش يقدر ينسى دعم الإمارات لمصر والشيخ زيك رحمة الله عليك. أما العالم العالم العرب كله قال لك أن قطع مصر هو الوحيد اللي قال لك لا مصر قلب العرب والغروبة. نعم نعم صحيح صحيح. فالحمد لله الحمد لله والثلاث قد من واحد مصري عايش في الإمارات الضيئة التلتة عمر هنا. يعني بقى لحنا الحداشر سنة. نعم. فالحمد لله ومعايا امراض وهي لينا والحمد لله. بلدك يا طوي الأمر بالعكس. نعم يا رب العالمين. عايش من عرق محد من عليك من الله سبحانه وتعالى وعايش من عرق جبينك يا طوي الأمر. محد من عليك والإمارات الحمد لله قلب مفتوح للناس الشرفاء اللي يمذلكوا الشرواك يا طوي الأمر. فالحمد لله طيب. هذه البلد اللي نعتبرها بلد الجميع اللهم عليك الحمد للشكر. السيد الخاص بقولك أنا تلت عمر هنا يا أنا تلتة غيرتين سنة عايش حضرت سنة منهم منا في الإمارات. ماشاء الله ماشاء الله. يعني عمر ما شفت يعني كنا نتكلم مع نفسنا مع بعضنا يا رات الحكومة تعملنا زي ما الناس بنشوف هنا الحكام شعباء بتتعامل معهم إزاي. حاكم تمقنا إن الولي العهد يجالس طفلة صغيرة يجالس دائما يقول حمد لا. شخصو الحمد. وطلق مع كمار ناها سنصل بك ما بقول لك أنا بقول لك من اللي أنا لأفع عنك. وطلق لك يا ناها النواطن وطلق لك مالك ما قاموا مني. فحاجات كتيرة 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 موطف ظهر من اللي عندهم والله يا أه. الحمد لله عرب. وده مش جليل على أولاد زايد وأرض زايد وبلد زايد الخير والأمان والله العزيزي. الله يطاولي عمرك كل عام وانتم بخير والف الف مبروك يا طوي العمر ورمضان جميل من غلق اكوان وكلا عام وانتم بخير يا طوي العمر سلامت الله يا طيب الله يطاولي عمرك يا طوي العمر آآ أيضا من ضمن الحديث سيدي صاحب السمو الشيخة محمد براشد رئيس مجلس الوزراء في قسم من كتاب رؤيتي يقول براشد يقول الشيخ زايد علمني قهر يقول عدت بعدين أقول لا رغم هذا علمني أيضا المعنى الحقيقي للحب لا يستطيع من عرفه اللي شفه فيته وأصالته وصفه عروبته والفطرة اللي كانت متع فيها ونقاء السريرة وخصالة اللي لا تحصاه ولا تعد ويقول صراحة مواقفه القيادية أنا يرني لكلام هذا الأخ اللي قال عن الشيخ زايد يوم تكلم عن جمهورية مصر العربية يقول يعني مواقفه السياسية ما كانت مجرد كلام للمجاملة أو لإرضاء هذا وذاك لا بل يقول لإرضاء الله عز وجل وثم يرضي ضمينه بالفعل الشيخ زايد كانت شي مواقفه كله ما كان يجامل الله يغفل ورحمه مثل ما ذكر شيخ محمد ما كان يجامل يعني جمهورية مصر العربية ولا غير ولا أي دولة عربية ما أبدا 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 كان يقول كل كلام اللي يملي عليه ضميره وعروبته الله يجزي خير إن شاء الله الله يغفل ويرحمه ويجزي كل خير عما فعل إن شاء الله يا رب العالمين ونشكر أيضا سيدي صاحب اسمه شيخ محمد أن يذكرنا بهذه الأمور الله يجزي خير إن شاء الله من خلال أنت بطلعتك لكتابة تذكر كلها اللي يمول الحمد لله رب العالمين اللي هو يسرده عن شيخ زايد ومواقف الشيخ زايد وعن حياة الشيخ زايد لأنه جزء من كبير أيضا يتكلم عن الأشياء اللي استفاد منها من الشيخ زايد فهي مثل الأمور الواحد مثل الدرس يقراها ويحفظها ويتعلمها سبحان الله وبالفعل يعني تشوف دائما الشيء يوم تطالع من القلب تحفظها إذا ما تطالع من القلب كذي مجرد كتابة ما تحفظها فكلام الشيخ محمد براشد عن الشيخ زايد في مثل ما تقول مواقف كثيرة تحفظها حفظ إيه كأنه واحد قايل لك ياها قصة تحفظها حفظ يعني سبحان الله لأنه واحد يقول القصة يعني مهم مات فهذه نفس الشيء فالله يغفل لك ورحمك يا زايد إن شاء الله يا رب العالمين أبي إن شاء الله سلام عليكم لذلك إبراهي ثلاث دقائق ثري منت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله والله الحمد لله السلامة سيدات ناصر لبدور وكيل وزارة الصحة مدير منطقة دبي الطبية صبح كلب الخير مساء كلب الخير حين أخي متألة للوصول ما شاء الله ما شاء الله معالي الوزير رد ولا موجود هناك أمرك زاعدان ما شاء الله نقول في الحمد لله السلامة أسفرت وان ورد والله يجيكم خير إن شاء الله طبعا زيارة عمل إلى تركيا طبعا الله يوفقكم إن شاء الله نسمع الحين صلاح الواحد يقشعر له البدن اللي سمعتنا من الكلام الأخوة المصرية حتى في التواصل الاجتماعي. الكلام اللي يتكلموني يعني عن الإمارات وحبهم الإمارات هذا يخلينا أكثر نحب هذا الشعب الأبي التاريخي العظيم. نزاهم الله خير والله يوفقهم. ونحن نبارك كلهم يعني على اللي صار والله يوفقهم إن شاء الله. عمين يا رب العالمين. وتكون عبرة بإذن الله الغير. لا لا أهمة والأمر بعضهم مثل ما تقول الخدعوا. وكانوا منخدعين. صحيح. وتغرر فيهم يعني. ولكن الحمد لله انكشفت. شوف بالنهاية الحقيقة لابد أن تنكشف طوي العمر. لابد. واللي بالنهاية ما يصحي إلى الصحيح خالي. مستحي. فالحمد لله رب العالمين اللي الله أزال تعرف أن تقل مصر قلب الأمة العربية. الله سبحانه وتعالى. وبعدين صار اللي يسوه يا طوي العمر صاروا يبعدون مصر يعني يبون مثل ما تقولون. مثل ما تقول يبون ينزحون عن الوحدة العربية. ويبون يعني مثل ما تقول. يهدمون الدور الكبير اللي قامت في مصر ولا زالت تقوم فيه. بما يتعلق بالأمة العربية وصون الوحدة العربية. ولكن الحمد لله رب العالمين ما تمكنوا من هذا. لأن الشعب المصري. مثل ما ذكرت بو ضاحي. شعب واعي. وشعب أنك مثل ما تقول. ممكن يصدق ولكن ما بتضحك عليه على طول. وهذا اللي حصل. صحيح. هم. وقالوا بنشوف وجربوا. لكن لا. وشافوهم قالوا لك لا تعال الجماعة سونا وايد 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 أشياء. فقال لك لا. حبيعني وخلاص. وقفنا لازم يسير تغيير. في ساهم الله خير. نبارك لهم مثل ما ذكرت أنت. ونتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. الله يطول يعني. هذا الشعب الذكي ما شاء الله عليهم. يعني عندهم الخبراء وعندهم من البروفيسيريين. نحن نتعلم منهم دائما. اي لا اقول لك ما تستغفلهم. ممكن يعطونك فرصة ولكن تستغفلهم ما بيخلونك. بصد. اي يعطونك فرصة ويجاربونك ولكن تخليهم مغفلين على طول. لا 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 شعب مصر ما مغفل وعمرة ما كان مغفل. مستحيل. اي. ونحن أيضا ما نقدر بدون مصر فراح. لا لا مصر قال بالأمة العربية. لا لا لا. بالعكس. هي. وهي مظلت العرب كلهم. الحمد ظلل. مصر مذل الدوحة. يظللون تحت كل العرب يطوي الامر. نعم. نعم. الحمد لله. اللهم لك الحمد لله. الله يطول. الحمد لله على السلام يا ابو ضاحي. الحمد لله على السلام. الله يطول لي امرك يا سيدي. الله يزيق. مشكول ايكم. الله يحب لك. سيد ناصر لابدور وكيل وزارة الصحة. المساعد مدير منطقة دبي. آآ الطبية. آآ نتوصل معكم مستمعين الكرام. مشاهدين الكرام. بعد أن نرفع على مسامحكم مدهة صلاة الظهر حسب توقيت المحل للمدينة عجمان وماجهة ورحة. وجدد لكم التعييه مرة أخرى. مستمعين الكرام. ومشاهدين الكرام. من قلال راديو الرابع على الموجة. 107.80 من اليمانات العربية المتحدة. من عجمان. يا أهلا وسهلا فيكم. شوف. بعض الرسائل النصير القصير إن شاء الله وإذا انت صلاتكم. شوف. آآ السلام عليكم. نقول لا ما بزين. نقول ليش. زين. زين لو داوم كل خميس براشد. أحب أسمع صوتك. صلوا على حبيب الله. الله مصنف سلام عليك يا رسول الله. لأقول لي ما بزين. يوم الخميس جاء زين. بس اللي بعد شوية. أبو يعقوب كان عندي مشوار بعض الوزارات الخدمية. يعني بعد من حل مكان ريال. هذا يقول لدولة الإمارات وقدادة الحكيمة والشعب العربي الأصيل والعريان بدل ما يلبس بلابسة لبس السجن صعيدي أنا ونعم فيك يا طوي الأمر وأبناء الصعيد كلهم. مرقب المحامي عيسى بن حيدر أعطيت إياه بيتصل فيك علي بيعطيك إياه يا سيدي. أه. محاضرين يقول لك وراشد الله فكره من العريان سيري بل عرجه بمايد حياك الله بمايد. نقول لك يا طوي الأمر هذا كلام صحيح يقول المواد الغذائية لا تخلونا في السيارة الحين في الحر ستحول إلى سموم يقول خلال أكثر من ساعة. والله أمس يا طوي الأمر خذنا عصير صغيرون النزل كذي وخذ عصير المشكلة لنبضع الشركات يعني قلدوا لك مركات معينة من العصائر هذي يوم تشوفها تحراها هي لكن يوم تقرأ لأسم غير نفس العلبة ونفس اللون وكذا. فالمهم خذنا عصير ولد خذ يوم شفت تاريخ صلاحية بعدي لكن العصير خايش أصير هنبع خايش ريحت ريحت تروح قال لي بطل لي يا أنا يوم بطلت طلع صوت شدي قو فعرفت شميت شدي طلع طلع لا لا تخزين غلط في بعض الهاية لخزنوا غلط. يخزنوا في أماكن غلط ويبيعون على الواجب. الواحد ينتبه للأمور هذي. الله المشتعان إن شاء الله. اه ايضا. اه ايضا. هاي اللي مطارش القصيدة ما ما شياطويل عمر يا ياني بس. اه سيدي حبكم شيد بس. غير هذا ماي. الرسالة مقطوعة الله يطعو لي عملك. اه. هذي تحدث عن ليش المساكريين المدخل الثاني. اللي بين دبال حصنوا دوالف جير ما ما. اي واحد هذا يخصد لي. ما عندي فكرة والله عن الموضوع. لذا دفاع المدني مسكر بشكل عشوائي من السنين علما بأن. نعاني نحن اهل الحصن باختناق مروري بسبب بدخل واحد فقط. اوقي الجواب بسبب الاغلاق من الجهة المعنية. ده ما ادري بوين بالضبط. ننسى اللي سورما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالوا. وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلك. زكا فراشد عاملين. الله يطوي لي امرك. انا فهم عبد العزيز معك. الاستاذ فهمي عبد العزيز. الاستاذ فهمي عبد العزيز طبعا زميلنا من الصحفيين المميزين والمتميزين. في جريدة البيان الغراء. يا هلا وسهل فيك استاذ العزيز. الله يخليك. شحالك استاذ. شحال لها العيال بخير إن شاء الله. الحمد لله كله تمام الله. سعداء جدا لي سمع صوتك استاذ فهمي. الله يخليك احنا اكثر. الله كل عام وانت بخير. وانت بخير. وانت بخير. انا متصل عشان اقول حاجة واحدة بس براشد. قول يا طبق. الحمد لله على سلامتك يا مصر. نعم صدق. نعم. نحن في عنا كنا مرتقدين هالمدة سنتين ابو راشد. الحمد لله رب العالمين. ربنا ازحل ازحل هم من علينا. والحمد لله رب العالمين. ويكفي فخرا لنا يا براشد إن اول ربض فعلي. على مستوى العالم. كان من عيال زايد. لما الشيخ عد Saleh بن زايد مبارح بالليل. اول ربض فعل. عرب عن ارتياحه باللي بيحصل في مصر. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وكنا كانت على مستوى. حتى على مستوى أستاذ فهمي. قيادة الإمارات كنا متخوفين صراحة على مصر والله العظيم كنا متخوفين جدا 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 على مصر ولكن الحمد لله رب العالمين أنا أدري الشعور متاع الإماراتيين أنا صلي 32 سنة في البلد وأعرف شعور الإماراتيين تقى مصر بداية من المغفو الله والشيخ خليفة والشيخ محمد والحمد لله رب العالمين وأنا برفع أسنع عائلة التهاني لكل الشعب المصري اللي موجود أن ربنا أقرم علينا وزاحة لنا لهذه الأمة ولو ظلوا فترة سأتفهمي بيدخلو لكم بوياس زيارة إلى مصر على الحق والله الله توقعنا أن يحصل يوم في اليوم اليوم اللي نخش فيه نخش بلدنا نخش بلدنا في الزيارة وراشد الحمد لله ولكن بالنهاية يشوف ما يصح السادي العزيز لا صحيح هم كثير يعني للجمهورية مصر العربية وإحنا ما فقطناش الأمد في القيش لا 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 أبدا أبدا وهو بالعكس وهو اللي حط الناط نعم نعم هو الحصن الحصين بعد الله سبحانه وتعالى نفس الكلمة اللي على الشيخ ذا الشيخ عبد الله مبارح نعم لكن القيش المصر هو السياق حوالي المصر نعم نعم صحيح هو الحامل مصر صحيح صحيح الحمد لله لا لا وكثيرين أطوي الأمر شو هم في البداية ومصارة الانتخابات صح انتقبوهم ولكن هم هم هاي الأخوان يفتكرون أن المصريين شعب ساذج وحيصدق كذبات ولكن لا جربهم وشافهم لا شافهم يمشون غير عن الخط اللي يبغي قالوا لهم لا بس كم انت قلت يا براشد هم ميزيدوش عن جمعية خيرية نعم هم هذا مستواهم صدقني مستواهم أن يديرون جمعية خيرة ولا يديرون دولة بحجم جمهورية مصر العربية وبهذا الثقل صعب جدا لا لا ما يقدرون خالي ما عندهم استطاعة طوي العمر ما عندهم استطاعة لو عندهم استطاعة يا طوي العمر ما بيطلعون يردحون في التلفزيون جدام العالم يسيبون الناس شب شخصي ما الواحد إذا يطلع لك بالطريقة هذه هل تلقى إنسان فاضي ما عنده شي ما عنده شي إنسان فاشل نعم فاضي فاشل الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى أزال عننا هذه الغمة ورجم بعدين خربوا خالي خربوا علاقات تبعي الدول كلها لا الأثيوبيا اللي هي طوي العمر أثيوبيا أنا ما بغض النظر أنها تدعمها إسرائيل ولا ما تدعمها إسرائيل المخطط هذا موجود من زمان تبعي للسد متى طلعوه 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 ممسكة وهذه اللي طلعوه وبمساعدة تهمهم على فكرة بموافقة تهمهم متفقين معهم مئة في المئة متفقين معهم ثاني يوم زيارة مرسي لأسيوبيا هم أعلنوا عن السد ثاني يوم على طول سلام عليك ها بارتفاق معهم قالوا المعملون لي تبغونه بس نحن نبقى في الحكم هاي مشكلتك بس بالزبط بس الحمد لله اللهم ملك الحمد لا شعب مصر حبيبي شعب مصر ذكي وشعب مصر ما ينضحك عليه ومصر الحمد لله رب العالمين فيها ناس عقولهم كبيرة وتوزن بلد اللهم ملك الحمد لله وفي ناس الحمد لله على كفاءة واقتدار الحمد لله رب العالمين لنا تدير شؤون الدولة هم يا عميش هلو المحافظين كلهم يا أبوهم كلهم من الإخوان أكيد البلد خربت أخونا والبلد كله أنا عندي بس أنا عندي بس شكر وتقدير لكل شعب الإمارات حكومتنا وشعبا على الوقف اللي بوقفها لا هذا واجب علينا طوي العمر واجب علينا عروبتنا وأخواتنا طوي العمر بالعكس وجمهوريات مصر العربية من المثل ما تقول هي قلب الأمة العربية وهي الدوحة اللي يضللون تحتها كل العرب ليش ليش مصر يعني ما نسى والله أنا واحد ما أنسى كلام شيخ زايد يوم قال مصر إذا ما بجينا نحن لازم نروح له أيام المقاطعة يوم كام ديفيد هاي نعم لو شيخ زايد ما كان مثل ما ذكر شيخ محمد براشد في كتاب رؤيتي قال شيخ زايد يوم يقول كلمة خاصة ما يتعلق بالسياسة وهذا ما كان يجامل حد أبدا في هالأمور هذه الوجه الله سبحانه وتعالى واللي يملي عليه ضمير وعروبته هذا كان تعامل زايد ما كان ينافق حد في الأمور هذه اللهم لك الحمد والشكر لا الحمد لله رب العالمين أجزاحت عنا الغمة هذه اللهم لك الحمد والشكر وأشرقت الحمد لله أشرقت شمشي سماء مصر إن شاء الله ودائما تكون مشرقة إن شاء الله يا رب العالمين وتكون بلد أمن وأمان وكثير الحمد لله وبعدين حتى هم شوف من ضعف حيلتهم شو قالوا من ضعف حيلتهم قالوا بيصير اقتتال وبتصير خوفهم الناس عسالة تمسكوا فيهم وبتصير حرب أهلية في مصر وبتدخلونا فينا فاق مظلم لا لا الحبيب المصريين أكبر من هذا أبو راشد أجليش ما علنش البيان متاعه قال لما أمن كاب كل مناطق الدولة لا وحتى المصريين نفسهم طويل عمر مستحيل مصري يخرب بلده مستحيل مستحيل حتى الناس اللي ما متعلمين يعرفون يا طويل عمر عرفوا خلاص يعرفون الحمد لله ومستحيل يدخلون بلده ما وانفسهم في نفق مظلم الحمد لله رب العالمين بضل المصر الحمد لله على جسر مفتوح إن شاء الله يا رب العالمين ولا أي نفق بضل المصر الله يخليك برده أنا شاكر جدا مداخلتك أستاذ فهمي ومن القيادات الصحفية اللي في البلد اللي نعتز فيها الله يعزك الله يعزك شكرا برش شكرا برش نتواصل بعد هذا الفاصل لقد اشتركوا في القناة وجدد لكم التحية مرتين أخرى مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام من خلال راديو رابع الموجة ميو 7.8 من إمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم وإهلا وسلام فيكم نتواصل مع تصلاةكم على هاتفنا رقم 6-00-55-16-10 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير وراشد وانت بصحة وسلام وعافية ربي الله يطولي بطبيق بغير بغيرت بس أسألك بقbrid أن تيسسدون اللي بيسافرون على الهند نعم يعني ممنوع يشلون البيزات اللي يسافرون الهند يعني مثلا نحن سافر الهند يعني بيزات الهند ما تشلو يا لا الممنوع يا طويلة الأمر شو يشلوا بيزات الامارات يا طويلة الأمر ممكن شلين البيزات الامارات بس السجلين هناك ما تشلين في مبالغ محددة. ممكن اسألك وبخبرك ان شاء الله. يا طويلة العمر ممكن تشلينا الله باسمه. هذه الشيكات. اي. اي. شليين شيكات يا طويلة العمر. واذا شليين مبالغ ماديية. اول ما توصلين هناك لازم تسجلين يا طويلة العمر. اي. تقول تعلمينهم عن الفلوس اللي عندك. وبعدين على فكرة. اذا صرفتي فلوس هندية ودخلتي فيها هناك. ما تقدرين تطلعين فيها. ما منو عندهم. اي. اي فلوس هندية ما تطلعين فيها. والفلوس اللي عندك المسجلة. واحد خبرهم. نابوي. يعني اذا واحد خبرهم مثلا ان شال هالكتر مبلغ اه على مو الدنوية. يعني اه بعد غلط. لا ما بغلط. بالعكس يسجلون ان عندي شال مبلغ يكون لو طلعتي. انتي ماذلا مودي على خمسين الف على سبيل المثال. وقلت سيرهم عندي خمسين الف. زين. واذا طلعتي وباجات بالخمسين خمس وعشرين. تقول يعرفون ان ان شال لخمسين وباجي خمس وعشرين. اه. بس الفلوس الهندية ما تطلع. ايه. مشكورو. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. الفلوس الهندية ما يطلعون. اذكر اه. في هاي تليام. يوم يسيرون قبل ترائي تليام. شي يودون. يوم يسير قبل الهند. يودون مسمار. مسمار ما عندهم هالقرنفل. يودون مسمار تودي انواس. سفن ايه. شي يودون بعد. يودون يا طويل عمر جيقارة. وخاصة. ثري فايف ثلاث خمسات. هذي. هذي. التوب. الالكترونيات. ايش ما شي عاد شرع فيديوهات وهذا. لا. اه. اكثر شي رواديو. سعات الالكترونية. الحساب الآن الحاسب هذي. ايه. هذي كلها توديها. ويشترون. اذا كان مثلا عندك مسجل عود هناك. او قاعد يوم تدفع بخشي شي طوفونك. ولا يسجلون لك المسجل في الجواز. انك انت داخل. وعندك مسجل ايه. تطلع به. يقولك كون وديتها. بيعت لها ممنوع. فالمهم ش ده. وعادي يوم يسيرونها بيعون. حد تطلع عليه سفره بلاش. من خلال الفائدة اللي يجنيها من من البيع هذا. حتى الكحول. حد يودي الكحول بعد الكحول غالي كان يبيعون. خصصا. ما عندهم عندهم كحول هندي. حد يودي كحول. لان الكحول غالي بعد يبيعون لها. المهم. فا. وممنوع تطلع بالفلوس الهندية. الا اذا داش سنن. اللي. يالسين في الصالة ولا الريال من الامارات بس ما دري موين من اي منهم الريال من الامارات يالسين في الصالة صالة المغادرين خلاص فت شونا وكل شي خلاص ترايا بنطلع بنركب الطيارة طيران الخليج جيت لأيام بعدها الامارات ما استوات ما صالت طيران الامارات وكان يطلع لابس جوتي ودليق وكان دوره كان يبطل الدليق ويطلع رابطه من داخل قال اه يقصون علينا الهنود انا قصيت عليهم كان يالهندي ويزخب يدي ما طول اشلك اسبر على الاقل فالطيارة يوم بطير طيارة قول لا طلعنا قصوا عليكم الهنود انا ما يقصون علي سبيبا شي راويهم الوادم ليه في الصالة نزين تشوفونك كان يجيون سيدي وشنفوهن انا وقالوا لي صادروهن عنه وراوي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته علو علو هلو هلو سهلا ابوي السلام عليكم براشد عليكم السلام وياك احمد من الشارطة احمد من الشارطة من الشارطة هياك الله يا ابو شاب عندي رسالة شكر انا عبدالله بن عيمان عندي عندي رسالة شكر لدولة الامارات العربية المتحدة نعم والشيوخ دولة الامارات اه وابغي باركي الشعب المصري نعم والجيش المصري نعم وابغي عندي وصية لو يعني المفروض حين كل دول العرب دول العربية نعم يعني تمشي حيث نفسي دولة الامارات العربية المتحدة لاني صراحة حكومة الامارات والحكام في دولة الامارات المفروض الحين يحطونهم كمثال باحترام الجميع العرب والحكام العرب يحطونهم يعني يتدرسون كيف كيف دولة الامارات وحكامهم يمشون مصعب حبيبي ما بتلاقي مثلهم مصعب شو لو خمسين فالمية منهم والله لتسوي الدول العربية احسن من الدول العربية في في جميع لا الآن خالي الآن شو طوي العمر احترامي الجميع الآن وضعنا غير تقالي الآن وضعنا في الامارات تشوف الاغلب الدول العربي اللي هايوها بانقلابات عسكري و هكذا و التعاقبوا عليها الآن يا طوي العمر هنا عندنا الحكم مثل ما تقول بالوراثة جيد الآن لحن يا طوي العمر الحكام كلهم حتى رئيس الدولة كلهم متعايشين يهم الآن زايد. الله يغافل له يرحمه. أول مؤسس دولة الإمارات. كان يقول أنتو عيالي وما كان يقولها كلام فقط. لا. كنا نحس بالفعل أن نحن مثل عيالي. وعملنا مثل عيالي. الله يغافل له يرحمه. الآن نحن رئيسنا الشيخ خليفة. الشيخ خليفة طوي العمر. أخونا. يعتبر أخونا ويعتبر أبونا. ويعتبر. عرفت كيف الشوخ الباجين كلهم تعمل الصديق. أنا مساعدة أذكر قصة. ما ذكر التنسيت. يوم يتكلمون عن الشوخ الإمارات. أنا بقول لك الآن ممكن كثيرين يشاككون. ترى فيه ناس يجوف. دائما دائما فيه ناس مشاككين في كل شيء. الآن الناس اللي يشاككون. يقول لك والله الإمارات معلش. شعب دولة الإمارات متجانس في حكامها. ولكن الحكام وهي لهم المسؤولين. شي سوون. يعني مثل ما تقول. يراون الإعلام. والله العظيم. بقول لك ياها بكل صراحة. يالسين في عزبة. في الليل. زين. ومواطنين عاديين. في دبي. في عزبة عادية في الليل. في اشتالي طاف هذا. زين. ما وعينه اللي محمد بن راشد ياي روحه في السيارة. ايه. روحه لا ويا حرس ولا شال في دي حتى عصى. زين. السلام عليكم عليكم السلام. ويلا سوسولف ويتخبر هذا ويتخبر هذا اللي موجودين كلهم. خلص السلام عليكم عليكم السلام وروح. كأن شخص عادي ياينك. ما تقول نائب رئيس دولة وحاكم بمستوى محمد بن راشد. يعني ما يعني لا اعلام ولا تصوير ولا حد يدري به. يا يروحه. ما بياي ياي ياي انه هو من 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 داخله ومن طيبة قلبه ومن حبه الشعبي ياي ينم. عرفت كيف? والله. والزيارة وايد وايد وغير هذا محمد بن زايد اللي عندي الجماعة في 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 بوظبي في العين استغفر الله. في محمد بن زايد يقول لك يزورنا في الليل في العزب. نفس العملية يعني. كأخوانه كناس يزورهم في البيوت. فيه اشياء كثيرة ممكن يطلعونها في الاعلام. ولكن فيها اشياء كثيرة ما تطلع في الاعلام. فالتجانس والحب اللي صاير بيننا وبينهم هذا شيء ازلي من زمين من قديم الزمن طوي العمر. لان نحن من عشنا على سبيل. نشوفهم من الداخلين ويانا ويلسون ويانا ونيلسوا يانا ويأكلوني يانا ويشربوني يانا في السفر تشوفهم عاديين. طوي العمر أنا سافر يا الشوخ والله يسافرون بجوازات عادية. اقسم بالله العظيم. والله العظيم. ان الجواز الشوخ أنا سافر ياهم والله العظيم انهم سافرون جوازات عادية. ولا يستقبلنا سفير في المطار. ولا يستقبلنا اي حد ولا يدرون بالسفارة انهم يأيين. شو رأيك ان الشيخ يطوي العمر. هذا الشيخ انا باتكلم عن الشيخ عمار اصافر اياه. شو رأيك ان الشيخ عمار يطوي العمر يشل الشنط يانا من ع السير ويدزل عبان يروحه. ما بيمكان يخبر السفارة ويجون السفارة ويشلون الشيناتوا يسوون كل شي بس ما 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 اللهم لك الحمد للشكر يعني يشعرونك انك انت وياهم يا طوي العمر يشعرونك ان انت وهم واحد ما في بينك وبينهم فرق عرفتوا لي فهذا هذا هذا المختلف في دولة الامارات بس براشد يعني المفروض يعني انا لو في يدي الامكانية ان انا حط يعني مثال شيوخ الامارات وحكامها نعم كقدوة ممكن اقولك كقدوة ممكن تحطه ولكن ما اقولك يعني توصل الى هذا الى هذا التقارب وهذا التجانس وهذا الاندماج وهذا وهذا الانصهار بين القيادة والشعب مثل الامارات ما بتحصل على سبيل المثال يوم يصير يوم يصير عند رئيس الدولة يوم العيد يوقف على ريلة من اكبر واحد لين اصغر واحد يسلم عليهم ويسألم شو اخبارك ورأيه هو رئيس الدولة واقف ما الله بسم الشيخ سلطان يديش عليه في رمضان يا طوي العمر واقف في نص الميلة سياخذ الاوراق عن كل واحد لا اقول لك يعني عطيك مثال عطيك مثال يعني عندك الشوخ كلهم عندك شيخ حميد الان تبغي تشيل الديوان الصبح ما تبغي تبغي تشيل للمزرعة في الحلية وموجود اي وقت تشوفه في الشارع شايف ان انا قبل فترة واقف حق حرمة وولده في الشارع شيخ حميد واقف لهم في الشارع شافه هي ولده ووقفه يسول فيها شو اخبار شو المحتاجين شاي كذا شوف لين ها الدرجة ففي فيه طويل عمر هني المهيلة حاجة مفطورين عليها لابنهم يسوينا رياء يعني طلعوا شافوا اه بهاتم شدي شافوا يدودهم قبلهم شدي ويمشون على نفس النهج يا طويل عمر فالانصهار والاندماج والتجانس والتعايش هذا اللي 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 بيننا وبين وبين حكامنا الحمد لله هذا مستحيل يصير مستحيل خالي لان نحن تعرف مثل الان نحن شقا عايشين في الامارات الله ملك الحمد للشكر عايشين في تقارب شارع انت يوم عايش في بيتك ويعيالك عرفت كيف شد عيشتنا نحن في الامارات عايشين مثل يوم انت ويعيالك وهلك تعرف احفادك وهذا تتواصل وياهم واحفادك يونك يوم مثل ما تقول يزورونك وبناتك يونك وولادك يونك وانت متعايش يهم وتسول في هذا نحن شد عايشين في الامارات صح ان نحن بس عايشين في بيت كبير مو بيت صغير اللهم لك الحمد للشكر براشد وعندي بس الرسالة يعني لهذا اصحام العريان نتكلم عن دولة الامارات انا واحد مصري مولود في دولة الامارات واجمل حياة بعيشها طول عمري في دولة الامارات عايشي بكرا عايشي من فضل الله بيه محد لم عمي الامارات ما لا من عليك هذا فضل الله سبحانه وتعالى والله راي دلك وكاتب ليك الرزقة في هذه البلد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله عايش في فضل هاي البلد وخير هاي البلد علي الحمد لله حمد لله الدولة الله يحفظها آمين يا رب ويطول في عم الشيوخات آمين والعريان طوي العمر ردوا عليه المصريين رواحهم بس يعني هو تكلم ردوا علي المصريين رواحهم notwend الإلعمر ردوا علي المصرية رواحهم خلي هاي شهادة حتى تتساعل عليها يوم الدين اننا نحن كمصريين عايشين هني مولودين في هالبلد لو عطونا قصور في مصر ما نقدر نعيش فيها الحمد لله الحمد لله الالب الحمد الحال واحد وبلدنا الحمد لله الحمد لله قلب مفتوح للجميع ولكل الشرفاء الحمد لله رب العالمين ونحمد جانسين مع الناس اللي موجودين يعاني ونحبهم بالعكس نحبهم للحبهم مثل ما نحب أنفسنا الحمد لله رب العالمين ونتمنى نالم الخير ودائما المشاريع اللي تصير يطوي العمر في دولة الامرات ما يعني نفرح بها الكل يفرح بها عرفت كيف نفرح بها نحن وتفرح حبه أنتو الناس اللي مقيمين ويانا هني في هذا البلد فبالعكس الشيخ محمد براشد فيه أكثر من موقف ما بالعام المنظام اللي طاف اللي قبله تحدثنا عن موضوع كنا نتكلم فتعرف يرمس كل حد في الاجتماع الشيخ ما باجتمع اجتمع عائلي مثل ما تقول يرمس يرمس كل حد كل ما تقول الشيخ قال هذا ما بلنا نحن هذا حقنا نحن هذا حقنا نحن وحق الإخوان العرب حمد الله رب العالم في اجتماع الأخير اللي فيه عبدالله بن زايد الله يطول عمره ويخليه عبدالله بن زايد مع أننا عندنا قضية والقضية للقضية الجزر الإماراتية مهمة بالنسبة لحن كإماراتيين عبدالله بن زايد ما ذكر القضية للقضية الجزر أول تكلم عن قضية فلسطين وبإسهاب يطول العمر وطول في هذا الموضوع الله يطول عمره ويخليه القضية الفلسطينية عندنا نوليها أهمية قيادتنا تولي القضية الفلسطينية أهمية كبيرة لكن لو بدينة والله ترجع فلا لكن من بدينة تعرف أنت ولكن بقدر المستطاع الإمارات تساهم مساهمة كبيرة تقول إذا طوي العمر عساس الناس لا تنسى القضية الفلسطينية والظل القضية الفلسطينية هي من أوائل القضايا التي انطرح وبعد ما خلص الكلام عن القضية الفلسطينية تحدث عن جزر الإمارات والكلام اللي قال عن القضية ما قال نص عن جزر الإمارات شو رأيك أنت يمكن النص فمولين القضية الفلسطينية إلى هذا الحد دولة الإمارات العربية المتحدة تولي القضايا العربية يعني اهتمام كبير الحمد لله رب العالمين الانتزامات اللي على دولة الامارات العربية المتحدة اتجاه القضية الفلسطينية اول دولة عربية مثل ما تقول هي اللي تستدد المستحقات للاخوان المنصوصة في الاجتماعات العربية فهذا شيء طيب نحن الاماراتيين يشعرنا بفخر واعتزاز نحن نحس بعروبتنا نحس ان مصر نحن تروعنا امس يوم صار هذا في مصر خفنا صراحة يعني خفنا ان مصر بالفعل تدخل مثل ما يقولون في نفق مظلم وصير حرب اهلية وصير قتل في الشوارع ولكن اللهم لك الحمد لله شكر بالعكس يوم شفنا الجيش وقف وقفة رجال والشعب المصري ايضا وقف وانتفاض رجال وتماسك وكذا بالعكس فرحنا والله العظيم انه فرحنا وزال الهم والفكر اللي عندنا هذا الحمد لله رب العالمين واصبحنا الحمد لله رب العالمين ننظر ان شاء الله تشرق شمس الغد على مصر وتكون افضل وافضل ان شاء الله يا رب العالمين شاكل لك هذا الشعور الغالي على الشعور طيب تجاه بلدك الامارات الله يسلم كوي الله يطول يا امرك حبيب مشكور يا امرك حبيب اللهم لك الحمد للشكر والله نعتز ونفتخر نحن في دولة الامارات العربية المتحدة نفتخر بقائد ناوة بنائب القائد واخوان حكام الامارات الشيوخ نيزاهم الله خير كلهم لما يولوني من اهتمام كبيل لكل القضايا العربية وخاصة قضية فلسطين اللهم لك الحمد والشكر نتواصل معكم مستمعين الكرام يوم الاحهد القادم ان شاء الله الى ذلك الحين تقبلوا تحيات جميع الاخوان العامين براجو تليزون الامارات العربية المتحدة من عجمان دمتم بخير وصحة وسلام وعافية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجه الساعة الواحدة وثلاث دقائق وزميزوهر اشتركوا في القناة